حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنسي بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا عند البيت بين النائم واليقضاني إذ أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين فأطيت بتصد من ذهب ملأه حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراقي البطن فغوسل القلب بماء زمزما ثم ملي حكمة وإيمانا ثم أطيت بدبة دون البغل وفوق الحمار ثم انطلقت مع جبريل عليه السلام فأتينا السماء الدنيا قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسله إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء فأتيت على آدم عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك بك من ابن ونبي ثم أتينا السماء الثانية قيل من هذا قيل جبريل ومن معك قال محمد فمثل ذلك فأتيت على يحيى وعيسى عليهما السلام فسلمت عليهما فقال مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء الثالثة فمثل ذلك فأتيت على يوسف عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء الرابعة فمثل ذلك فأتيت على إدريس عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء الخامسة فمثل ذلك فأتيت على هارون عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء السادسة فمثل ذلك ثم أتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك بك من أخ ونبي فلما جوزته بك قيل ما أبكك قال يا رب هذا الغلام الذي بعثته بعد يدخل من أمته الجنة أكثر وأفضل مما يدخل من أمتي ثم أتينا السماء السابعة فمثل ذلك فأتيت على إبراهيم عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي قال ثم رفع إلي البيت المعمور فسألت جبريل عليه السلام فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم قال ثم رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل أذان الفيلة وإذا في أصلها أربعة أنهار النهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالفرات والنيل قال ثم فرضت علي خمسون صلاة فأتيت على موس عليه السلام فقال ما صنعت قلت فرضت علي خمسون صلاة فقال إني أعلم بالناس منك إني علجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لن يطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك قال فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته أن يخفف عني فجعلها أربعين ثم رجعت إلى موسى فأتيت عليه فقال ما صنعت قلت جعلها أربعين فقال لمثل مقالته الأولى فرجعت إلى ربي عز وجل فجعلها ثلاثين فأتيت موسى عليه السلام فأخبرته فقال لمثل مقالته الأولى فرجعت إلى ربي عز وجل فجعلها عشرين عشرين ثم عشرة ثم خمسة فأتيت على موسى فأخبرته فقال لمثل مقالته الأولى فقلت إني أستحي من ربي عز وجل من كم أرجع إليه فنودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي بالحسنة عشر أمثالها حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنا س بن مالك أن مالك بن صعصع تحدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا عند الكعبة بين النائم واليقضان فذكر الحديث قال ثم انطلقنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعثا بعثا إليه قال نعم ففتحا له قال مرحبا به ونعم المجيء جاء فأتينا على إبراهيم عليه السلام قلت من هذا قال جبريل هذا أبوك إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل أذان الفيول وإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا أربعة أنهار يخرجن من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت ما هذا يا جبريل قال أما النهران الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فناهران في الجنة قال فأطيت بإن أين أحدهما خمر والآخر لبن قال فأخذت اللبن فقال جبريل أصبت الفطرة حثنا عفان قال حدثنا همام بن يحيى قال سمعت قتادة يحدث عن أنسي بن مالك أن مالك بن صعصع تحدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال بين أنا في الحطيم وربما قال قتادة في الحجر متاجع إذ أتاني أعتفجع على يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة قال فأتاني فقد وسمعت قتادة يقول فشق ما بين هذه إلى هذه قال قتادة فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني قال من ثغرة نحره إلى شعرته وقد سمعته يقول من قصته إلى شعرته قال فاستخرج قلبي فأطيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة فغوسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أطيت بدبة دون البغل وفوق الحمار أبيض قال فقال الجارود هو البراق يا أبا حمزة قال نعم يقع خطوه خطوه عند أقصى طرفه قال فحملت عليه فانطلق بجبريل عليه السلام حتى أطبي السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء قال ففتحا فلما خلست فإذا فيها آدم عليه السلام فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح قال ثم صعد حتى آت السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء قال ففتحا فلما خلست فإذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة فقال هذا يحيى وعيسى فسلم عليه ما قال فسلمت فرد السلام السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال ثم صعد حتى آت السماء الثالثة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد أو قد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء قال ففتحا فلما خلست فإذا يوسف عليه السلام قال هذا يوسف فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى آت السماء الرابعة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء قال ففتحا فلما خلست قال فإذا إدريس عليه السلام قال هذا إدريس فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال ثم صعد حتى آت السماء الخامسة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء قال ففتحا فلما خلست فإذا هارون عليه السلام قال هذا هارون فسلم عليه قال فسلمت عليه قال فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال ثم صعد حتى آت السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء ففتحا فلما خلست فإذا أنا بموسى عليه السلام قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال فلما تجاوزت بك قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعد ثم يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي قال ثم صعد حتى آت السماء السابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء قال ففتحا فلما خلست فإذا إبراهيم عليه السلام فقال هذا إبراهيم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح قال ثم رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل أذان الفيالة فقال هذه سدرة المنتهى قال وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذا هذا يا جبريل قال أما الباطنان فناهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفراط قال ثم رفع إلي البيت المعمور قال قتادة وحدثنا الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه ثم رجع إلى حديث أنس قال ثم أطيت بإناء من خمر وإناء من لباء وإناء من عسل قال فأخذت اللبن قال هذه الفطرة أنت عليها وأمتك قال ثم فرضت الصلاة خمسين صلاة كل يومين قال فرجعت فمررت على موسى عليه السلام فقال بماذا أمرت قال أمرت بخمسين صلاة كل يومين قال قال إن أمتك لا تستطيع لخمسين صلاة وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فرجع إلى ربك فازأله التخفيف لأمتك قال فرجعت فوضعا عني عشرا قال فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت بأربعين صلاة كل يومين قال إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يومين وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فرجع إلى ربك فازأله التخفيف لأمتك قال فرجعت فوضعا عني عشرا أخرى فرجعت إلى موسى فقال لي بما أمرت قلت أمرت بثلاثين صلاة كل يومين قال إن أمتك لا تستطيع لثلاثين صلاة كل يومين وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فرجع إلى ربك فازأله التخفيف لأمتك قال فرجعت فوضعا عني عشرا أخرى فرجعت إلى موسى فقال لي بما أمرت قلت بعشرين صلاة كل يومين فقال إن أمتك لا تستطيع لعشرين صلاة كل يومين وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فرجع إلى ربك فازأله التخفيف لأمتك قال فرجعت فأمرت بعشر صلاة كل يومين فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت بعشر صلاة كل يومين فقال إن أمتك لا تستطيع لعشر صلاة كل يومين فإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فرجع إلى ربك فازأله التخفيف لأمتك قال فرجعت فأمرت بخمس صلاة كل يومين فرجعت إلى موسى فقال فقال بما أمرت قلت أمرت بخمس صلاة كل يومين فقال إن أمتك لا تستطيع لخمس صلاة كل يومين وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فرجع إلى ربك فازأله التخفيف لأمتك قال قلت قد سألت ربي حتى أستحييت منه ولكن أرضى وأصلي فلما نافذت نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن أنسي بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما أنا عند الكعبة بين النائم واليقضاني فسمعت قائلا يقول أحد الثلاثة فذكر الحديث قال ثم رفع لنا البيت المعمور يدخله كل يومين سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم قال ثم رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل أذان الفيالة فذكر الحديث قال فقلت لقد اختلفت إلى ربي عز وجل حتى أستحييت لا ولكن أرضى وأصلي مقالا فلما جوزته نودية أني قد خففت على عبادي وأمضيت فرائضي وجعت لكل حسنة عشر أمثالها حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنسي بن مالك عن مالك بن صعصاعة رجل من قومه فذكره ترجمة نانسي قنقر